السلام عليكم تمنى تكونوا كاملين مزيانين بصحة جيدة وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله قد نشارك معكم هاد البلاتو ده اللوز اللي من عاجين واحد خرجت هاد السد الاشكال ده الحلوة بالنسبة الناس اللي مجين عندهم طيوف ما عندهم مش الوقت يعني هاد الحلوة الساهلة كتتعدل فرمشة تعيه وبالنسبة الناس اللي يعني بغت تختم على رأسا ولا يعني بغت افكار جديدة اللي تخدم الناس او افكار يعني سهلة هاد الانواع هادو اللي اخترت لكم يعني انواع سهلة مهلا اذا جاتكم شي كوموند مزروبة فغاد اتحضروها في يعني فرمشة تعيه تابعا بدو على بركة الله بنسبة الناس اللي متابعيني فغاد اللحظوا بانا هاد المقدمة د الفيديو كاملة هالفيديو السابق بنسبة الناس اللي غادي يشاهدوا هاد الفيديو هادا لأول مرة تابعا بدو على بركة الله في المقادر اللي غادي نحتاجوا فيهم هنا يا العقدة دللوس عندي هنا يا جوش كيلو دللوس اللي تحنتوا مع السكار ومع المسكة بالنسبة العقدة اللي بغا الطريقة دلعقدة فانا غادي نشارك معكم ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي غادي نشارك معكم الكعاب المنقوش الشمالي فغادي نشارك معكم ان شاء الله بنسبة لك يوم والامر سمحوا اللي اخطط في القياس ان لو تقول لكم جوش كيلو انا عندي تماغة كيلو كل نصف كيلو دللوس غادي نحتاجوا معها اصفر بيضة عندي ملعاقة كبيرة من الزبت المدعبة غا نحتاجوا ابيض البيض للتازين وعندي ماء الزهر اللي غادي نجمع به العجينة ديالي كيما لاحظوا انني ضفت اصفر البيض وماء الزهر عفوان الزبت المدعبة وده بغادي نضف القليل من ماء الزهر يعني المظهر عينا ميزن على حسب العجينة وشخصنا قصحة ولا رطبة انا كنحاول نخدمه ما بينه وبينه انا من بعد غادي نوريكم القوام دياله وضروري ما نعركو هاد العجينة دللوس ديالنا كيما مشو انني طحنتها مزيان يعني تتعلكت كيف ما لاحظوا ان العجينة جديجة معلكة يعني ما غادي نحتاجشي السوائل بزاف بالنسبة غنعطيكم واحد واحد الافادة هي اذا استعملتوا اللوس ديجة مقشر شريته يعني منقه فغادي تحتاجو السوائل بزاف لانكي جينا شف بزاف ما شيف حال هاد اللوس اللي كان في صخوه بيتنا وكان بيتوه لي لكم لا كي نشف اللغة ضوخة كي نشف يعني ما كي نشفشي بزاف حال هادك اللي كان شريوه من المحلات صافي كيف ما شاهدتو انني غادي مقنعرك في الحلوة ديالي باش يعني كيف ما كنعرفو بان الحلوة دللوس او العقدة دللوس حال ما عركناها او شحال ما خدمناها فهي كتتعلق وكتجينا الحلوة غزالة غادي نعملها دبا في سطح العمل باش نخدمها مزيان يعني باش نحاول نعركها مزيان اذا كنت عندكم العجانة يعني بيتنا كتتعرك احسن صافي هاي اذا من بعد ما عركناها دبا غادي نقسموها غادي نقسم العجينة ديالي على ثلاثة اذا كنتو غادي خدموا غرب نصف كيلو يعني انا غادي نعطيكم الضيطي كامل اللي غادي تخدمو بيهم اذا كنتو غادي دعملو بلاتو يعني كل بلاتو كي هزنا كيلو دلحالوة هاداك البلاتو اللوز كنحتاجو نصف كيلو من اللوز يعني كل نصف كيلو دلحالوة كي خرجنا كيلو دلحالوة بمعنى انها واحد بلاتو كدعملنا دلحالوة اذا كنتو غادي تخدمو غادي نصف كيلو ممكن تقسمو العجينة على ستة وغادي تبعو معي المراحل كيف ما كتجاهدو معي انا اني كنقسم العجينة هنايا غا ننصحكم واحد نصحة اخرى دائما خدمو كيلو بكيلو يعني كان عندكم سوء ان كان جوش كيلو دلحالوة او تلاتة او يعني شحل ما كان عندكم دل الكمية دلالوز اللي غا تخدمو بها كان ننصحكم انكم ادعجنو كيلو بكيلو باش ما يغلبش عليكم اهنايا غادي نستعملوا واحد كمية كبيرة دلالوز هنايا استعملت اربعة دلالوز ولكن كان حاولنا يعني نبيلكم يعني شي حاجة بشي حاجة باش ما يشيكم بشي القنطية كبيرة بالنسبة لي غا يخدم واحد كمية صغيرة كيف ما شاهدتو انني قصمت ديك العجينة دلالوز وكل العجينة غادي نعملها واحد النكهة تبا غادي نبتم هاكم بالشكل الاول اللي غادي نحتاجوا فيه الفاوكه المجفافة بالنسبة هاد الفاوكه هادو اللي استعملت انا فهنا هادو شريته من ليدل ولكن الليدل كي يجيبهم يعني غام الرأس العام الرأس العام فبنسبة الناس المغرب فهو ما موجودين بكترا يعني كي يعني كان قدروا نشروهم الحلو المحلات اللي كتبيع هادش دلحالويات فهو ما كيبيعهم بثلاتين ترهام من الكيلو ولكن هنايا في اسبانيا يعني يعني صحيب نجبروهم لانهم كيني في امازون ولكن الثامن ديلهم غالي شوية سوف كيف مشاهدتو عجنت العجينة ديلي وغادي نوطع لجانب بالنسبة عقدة اخرى فانا غادي نستعمل فيها القرفة وغادي نعود معجنا يعني باش تدخل فيها القرفة او انك هاد القرفة غادي تجي فيها تدخل فيها يعني مزيان من نفس العقدة غادي نشكله يعني هاد العقدة هاده اللي شارك سمعكم دي القرفة فاحنا غادي نشكله غادي نقسموها على نصف وغادي نشكلها على شكل عود اسبوع يكون غلط وغادي نوضعوه على جانب البحث غادي نوريكم يعني هو اللي غادي نشاركو معاكم طيب غادي نرجع معاكم من الشكل الاول اللي شاركت معاكم اللي عجلناه بالفواكه المعسالة فالطريقة دياله جد سهلة فاحنا غادي نحاولو نقسمو هاد العجينة هادي الى ثلاث قطع وغادي نحاولو نشكلو منهم حرابل او حرابش طوال ولا قطبا طويلة يعني غادي نحاولو السمك دياله كيبقى على حساب الاختيار ديالكم يعني واشخصكم الحلوة كبيرة او لا صغيرة انا تقريبا غادي نعمل فيها واحد جوجد للصيبعات وكيف ما شاهدتو انني قرصة من فوق باش ما يبقاش معايا الكوصور فانا شكلت على شكل بقلاوة وبتيت كنقطع كنقطع بالموس يعني بمائل بقلاوة والقياس باش يجيكم الحلوة يعني مقدودة وتقدى واحدة كيف ما شاهدتو انني كنقيس بالاصبوع ديالي عملت يعني كنعمل اصبوع وكنقطع صفي هنا يكن وضاع الحلوة ديالي ينفح الصفيحة هلا على بيد من منكمل للحلوة ديالي كاملة دبا غادي نبدو بالشكل اخر نسبا هاتشكل هادا فانا ما استعملت فيه حتى شينكها كيف ما كتشاهدو دبا انني غادي نقطع على ثلاثة القيطع على هاتشكل هادا وغادي نحرب له على شكل قدوان كيقولوا للحلوة الساقية تقريبا يعني كتشبه لما شي يعني القياس كيف ما هو يعني مضغط وانما يعني كتجي مزيونة يعني اسهل طريقة اللي ممكن تعملوا بيها الحلوة الساقية اذا ما كان شي متوفر عندكم جنجلان دا الابيض كيف ما كان عارفو دبا اننا يعني مستحيل متوفروا على الحاجات يعني اللي كانين في المغرب يعني كانحتاج الناباج الكلوكوز ما كانين شي يعني توحيد ما متوفر عنده لانا الحدود كيف ما كتعرفو مجدودين وف امازون كيتبعو يعني غليم السفن غادي نحاول يعني نعطيكم واحد طريقة اللي هي جد مبساطة كيف ما شاهدتو انني عملت واحد الحربول او حربوش غادي نحاول ندهنو كيف ما كتشاهدو بابيض البيض على هاتشكل هادا يعني ندهنوه كامل بابيض البيض وف هاد البلاستيك هادا الغذائي اللي عندي مفروش فوق سطح الهامل غادي ندرطر فيه اللوز المسلوق اللي زبق ليتحنطو او هرمشتو يعني رقيق ماشي رقيق بززف وماشي غلط بززف غادي نحاول نملأ ديك البلاستيك الغذائي كامل بهاد اللوز صافي وديك الحربول هاداك اللي دهنه بابيض البيض غادي نحاول يعني نمرره فوق ديك اللوز باش يلصق لي اللوز فيه باش يجي في حال ديك زنجلان الابيض اللي كي تسعملوا في هادا الحلوه هادي ولكن اذا ما كان شي متوفر هنعطيكم واحد طريقة اخرى او لو حمو كوين اخر اللي ممكن تسعملوا وقته يجي اه مزيون صافي وبالقصوة ديالي كيف ما شاهدتو حاولتنا نبسط له الواسط ديالو باش نحصل على ديك الساقية اللي كتجي اه في الواسط نحاول نعوط اه الحلوه ديالي على هات شكل هادا كيف ما شاهدتو صافي يعني الطريقة حتى هي كدقة اه الطريقة يعني سهلة صافي دبا بعد مساليس غادي نوضعوا فوق صافي حاد الفورن بورق زبدة باش غادي نحشيوها في الفورن دبا غادي نبدأوا بالشكل الثالث والاخير اه اللي اللي كنت قلت لكم غادي نشارك معكم هو والله خالي ديك الحرب اللي كنا عملنا اه فانا وجدت العجينة دا دا الكعب كيف ما كتشاهدو وهو اللي غادي نغلفو بيها اه بنسبة العجينة دا الكعب فانا غادي نشاركها معكم ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي سهلة ما هلا اللي كان حضرة بمكوينين فقط يعني ما كنعملش العجينة دا الكعاب البلدية يعني اللي معروفة كتتعدل بالبيطات وديك شي اه هاد العجينة يعني سهلة بزاف ما كتكلفش اه نهائيا وكتجي غزالة كتحم مقفتية اه كيف ما شاهدتو معايا انني يعني غلفت ديك الحربول دا بغضي نحاول اه انتبتوها اه من الخلف يعني هاد العجينة هادي اللي بقت فاحنا غضي نحاول انتبتوها بالاصابع دينا باش ما تفتح لنا شي الحلوة بالنسبة ان الحلوة اذا جبتكم غليطة بزاف يعني غتجيكم الحلوة كبيرة بزاف فممكن انكم تعودوا تحربلوها على هات الشكل هذا حتى تحصلوا على السنك دي الحلوة اللي بغيتو يعني حتى التلعجينة كتزيدو التطلق سافي دا بغضي نحاول نقطعها على هات الشكل هذي يعني بالموس مائل والقياس غضي نعمل فيه اصبوع واحد كيف ما شاهدتو يعني الحلوة كتجي رقيقة ما كتجي شي اه غليطة بزاف كتجي عليها تشكل هذا سافي دا بغضي نبدأ نقطعهم وبعد غضي نوريكم الشكل اللي غضي نعدلوه بها سافي دا بغضي نبدأ نشكلوا هات الحلوة بنسبة لكي بقى لكم العجينة حديدة غضي نعملوها هي آآ من الاسفل وغضي نحاول نشكل عجينة دي هاد الحلوة دي غنحاول نشكلها على شكل دميع بحل الدمعة او في حل نقطة دا دلمة فدبا غضي نحاولو نضغطو في الواسط على هات شكل هذا كيف ما شاهدتو يعني غضي نعمروا ديك الواسط دياله سافي وغضي نشكلو على شكل دميع هنتم كيف ما كتشاهدو اولا على شكل عيون يعني هاد الحلوة هادي كتجي مزيونا بزف وكتجي آآ في حل بلدية تقليدية وكيف ما شاهدتو انها سهلة بزف آآ هاد الحلوة هادي عندي يعني هاد الاشكال هادو كم من اللي شاركت معاكم دائما آآ هما يعني اكتر طلبا ويعني كيف ما قلت لكم انها اسهل حلوة هي هادي اللي ممكن آآ اتخدموها سواء اللي لكم نضار ولا يعني اذا كنتو كتخدمون الناس فهادي آآ يعني سهلة بزف هانا كيف ما بعد ما شكلت كل شي وسالت دبا بهاد اللقط هادا آآ غادي نبدأ نزوق الحلوة ديالي آآ غادي نستعمل ده بهادا الغلط لانا آآ باش ما يعدبني شي بشي ينقش لي آآ مرة واحدة كيف ما شاهدتو انا اللقط كبير بزاف بالنسبة اللي غاي سقسيني على هادا اللقاقة هادو فهنا يفسبانيا ماشي موجودين ويداقا عندكم زارت قدرة جبرهم عند آآ يعني عند القزار انا طلعتم من مغرب صافي وهدا هو الشكل للحلوة كيف اشكي جي وانا كيف ما قلتكم انا الحلوة يعني النظرة ديالا دا دا الحلوة بلدية وكاتجي غزاء لكاتحامخ كاتجي معلكا صافي هانا دبا بعد ما استفتم في الصافيحة باش نطيبهم في الفرن كيف ما شاهدتو الكعيبات اولا تلك عبته وما عدلتو هادو آآ الحلويات اللي شاركت معاكم في آآ الفيديو السابق هنخليها بكم ان شاء الله في صندوق الوصف بالنسبة اللي بغاي يجوفش كيلات آخرين اللي هما حودتو هما ساهلين بزاف بالنسبة طريقة طهي ديالهم فانا غد نحشيهم في الفرن آآ المسخن من قبل على مية وثمانين أو مية وسبعين درجة الحرارة الحرارة من الأسفل ومن الأعلى بنسبة طهي فهما يعني كيتيبو آآ داغية ما كتعطلو شي بزاف صافي دا باكي فيما كاتشاهدو غد نكوزوا لحلوات الساقية اللي مباشرة مليك نخرجوها من الفرن كنعمروها بهذا اللوز هذا اللي آآ عندي مسلوق ودخلتو من الفرن نسخنتو غي شوية ولكن آآ تحمر لي يعني كيفما كتشاهدو انه تحمر لي واحدة شوية ومخصوشي نغمان ما مخصوشي يتحمر صافي غدي نعمل له النكهة اللي كتبع في المحلات آآ يعني اللي كتبيع آآ الشيد الحلوة عندو من نكهة البيستاش فيها اللون وفيها آآ الماضق في نفس الوقت فغادي نعمل يعني آآ كاد عملو اللون حتي يخطيكم هاد اللون هذا دلبيستاش من بعد غتجمعوها بالنابج بالحالة ديالي أنا ما عندي شي نابج عوضو بالعسل وممكن تعاوضو واحدة بالمربا دلمشمش سافيدة من بعد ما ملأنا آآ الحلوة ديالنا فغادي نبدو نقطعوها طبعا السمكي بقى الاختيار ديالكم الأغلبية كي قطعوها بشكل مائل يعني آآ في حالي كان قطعوه بقلاوة وكيبقى الاختيار ديالكم أنا كيف يعني آآ اللي ما عملتش الحلوة كيف ما هي آآ يعني حاولت نبدل شكل كيف ما جفتوا أنني قطعتها يعني آآ عادية يعني ماذا قطعتش بشكل مائل إذا بغيتوا تكملوا بلتزين هاد الحلوة هادي فادي عملوها في الكواغطات وغتزينوها بالورد أنا الورد ما عندي شيء متوفر فانخليها على هاتش كلاد سافدة بغادي نتقلون هاد الحلوة هادي آآ الوسط ديالا حتى هو كنعمروا بالنابش يعني كنعمل قليل من النابش آآ في الواسط ولكن كيف ما عارفين أننا النابش ما متوفر شي عندي فعاودته بالعاسل وممكن عاود تعاوض العاسل بالمربا دلمشمش حتى هو عاود كيجيم زيون سافي غادي نبدأو نعمل يعني غشوية في ديك الحفيرة اللي كنا عملناها في هاد الحلوة هادي صافي وغادي نزينوها باللوز ديفيلة اللي سبق اللي سخمته يعني حمرته من قبل بنسبة الحبات عندي كبارين بزا فاننا باك نحاول نهارسهم واحد شوية باش ميوجوشي كبارين في الحلوة صافي وغادي نبدأ نسطفهم في الواسط ديك الحلوة يعني فوق ديك العاسل اللي عمنا باش يتبتم يعني ديك العسل او النابش اذا استعملتوا النابش فهو اللي غادي يتبت لكم هاد اللوز هاد ايفيلي وف نفس الوقت يعني النابش كيعطي واحد الماتق غزال في الحلوة ولكن تالعسل مزيون ولا انما النابش احسن يعني اذا كان عندكم النابش متوفر فيكون احسن وهذا هو الشكل نهائي دي الحلوية دي النان عبد نذكركم بان الحلوة اخرين انا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف اه بالنسبة الناس اللي كتشاهدني فغيكونوا شاهدوها في الفيديو السابق واللي باقي ما اه تشافوش اغنخليهم لكم اه في صندوق الوصف ما عملتوش في فيديو واحد لان كيف ما شاهدتوا ان الفيديو جا طويل واذا كنت عملت اه يعني الاشكال كاملين كان غايزيد اه يطوال اه هادي واح الكوموند شاركتها معاكم باش تشاهدوا انه يعني بلاطوس كيفاش يجيو اه يعني منظور انو كيجيو مزيوني بالسف بالنسبة الحلوة اللي شاهدتو ده الطمار وده الخالط فانا احتها هي غادي نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف بالنسبة ان اللي كيهموا الامر بالنسبة اللي كي عجبوا يعرف الاتمينة اه فكيبقى على حسب اللوز بش حلكة تشريوه بالنسبة انا كان شري اللوز اه بالصد الاوروك يعني كان شريه بالجملة فكن حسب الحلوة بسبعتاشة الاورو بما ان هذا اه يعني الضوغ لها وكل شغلة هذا الثمن هذا البلاطو وكل بلاطوك يوزن اه واحد الكيلو اه في الاول ده الفيديو اعطيتكم لدي طي كاملين يعني اللوز اه شحد اللوز كي يعطينا اه يعني شحل غا يعطينا في واحد البلاطو في حال هذا تمنى هاد الفيديو هادا يكون الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتو اذا استفدتو اعجبكم الفيديو فما دنسوشي تبرتجم على عائلة ديالكم لتعمل الفائدة وما دنسوشي تشاركو في القناة بالضغط على ابني او او اشترك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كان عملو طيب غدا نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله